وتستمر الانتصارات يعني مبرح هذه اللحظة وهذه الفرحة والنهاردة هذه البطولة الغالية اللي بطلات الاهلي احرزنا بها النجم العاشرة بقت البطولة العاشرة في بطولة افريقيا للاندية بطلات الدوري اللي بيحرزها النادي الاهلي بجدارة واستحقاق اليوم بالفوزة على قرطاج التونسي في النهائي بصالة الامير عبدالله الفيصل 3-1 مباراة كدت تفلت في الشوط الاخير لكن الحقيقة فريق الاهلي كان عند حسن نظن به وعند درجة تمثيل الاهلي بجد ولكن الانتظار في 3 حاجات اي يعني انا لما اقول ما قاعد للانتصار بعد الانتظار اولا ان الانتظار نحن للصح داشر عشان نقابل جماهيرنا فكانت تسوى يعني تسوى الانتظار اي اول انتظار ننتظر للانتصار ثاني انتظار ان الفريق البنات ده خسران في البطول العربية قدام ذات الفريق اي 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 اه وهناك مخاوف انه الموضوع يكرر اي الماتش ما كانش سهل لابد اي وابتدى النادي الاهلي خسر اول شوط وكسب شوطين واتهدد في التالت واستعاد نفسه اي هذا الانتظار لتحقيق انتصار يرجع الهيبة لان ده افضل فريق في افريقيا بيلا منازعة فريق النادي الاهلي ده اي زايد انه هتبقى البطولة العشرة اه اخر انتظار بقى ان النادي الاهلي عانى من ثلاث مفاجآت سخيفة غير متوقعة في اقل من عشرة تي ثلاث نهايات يا استاذ ابراهيم واحدة للسيدات واثنين في الكرة السلة للرجال اي كلهم في الكرة السلة اه يعني يحصل اخفاق فيهم اي بلا مفهوم يعني يعني انت تفوز على الاتحاد السكندري اللي هو اخو فريق السنة دي ثم يضيع منك ماتش اسموح على اي حال كنا محتاجين هذا الانتظار الانتظار الذي يكسر يعني هذه السلسلة من الاخفاقات وعشان كده تلاقي فرح عبدالقادر قال بعتذر للناس كلها وعلى النتاج اللي حصل بالحزة الاخيرة الجدارة والاستحقاق الحياة في جواز التفوق الفرد اللي حضراتكم شايفينها لانه اي الشامي واحدة من لعبات الاهل البارعات استحقت جايزة افضل لعبة في البطولة الافريقية بالحياة الشامي ورسة عرش توتو ايوه بالزبط احنا متاني اعتذرت قلت خلاص بقى هناخد لنا عشر سنين تانين بقى لما نعمل فرقة اي شامي لكن الحقيقة ماشاء الله رقوف عبدالقادر استطاع سريعا انه من النشآت يسيب فريق مع حمد الصفي تقلق تماما واستمر وكل متوسط السن صغير صحيح شروق فؤاد خادت افضل معدة فريد العسقلاني خادت افضل حائط صد بالاضافة الى بايد جوائز التفوق الفرد في البطولة يوليا فورنو لعبة قرطاج حصلت على افضل ارسال فاطمة خطري لعبة قرطاج ايضا خادت افضل استقبال شارون كبيرنو لعبة فريق الانبيب الكيني خادت افضل ضاربة سلمة حمروش لعبة المجمع البترولي الجزائري خادت افضل لبرو في البطولة كمان الاهل استحق هذا الاحتفاء والاشهادة الكبيرة اللي استحقها من الاتحاد الافريقي على هذا التنظيم الرائع للبطولة برئاسة المهندس محمد سراج الدين واسعد الناس وانده مجلس الادارة اه الحقيقة عمل بطولة كبيرة كان المذاكر اللي عايز يعمل حاجة حلو قوي صحيح وده يا جماعة الدور الكبير اللي النادي الاهلي بيلعبوا احنا اتكلمنا قبل كده شوفوا مجلس الادارة حريص انه يخلق كوادر ادارية لمستقبل النادي ازاي كل بطولة بيوسنى التنظيمها ورئاسة لجنتها الى عضو من اعضاء مجلس الادارة بالذات من الاعضاء حتى الشباب اللي تحت السن في كل مناسبة تعالي تكذبوا خبرات انا بس عايز اتكلم في عدة اسناد المسئولية لانها ماشي اسناد شكلي هو مش بيروح يلاقي اجهزة يبقى بيمضلهم على ورق بصفة رئيسي بتاع ده بيبقى مسئول عن كل البطولة حتى ملياتها وتسويقها هو اللي مسئول يروح يجيب الرعاة هو المسئول اللي يسوقها هو المسئول على المصروفات والارادات هو المسئول ان البطولة تكسب ماديا وفنيا فلما ينجح شاب كل مرة بيتغير هذا الشاب عشان يبقى ينجح شباب في المهامات دي يبقى انت بتسيب كنز منها الخبرات الادارية لمصر مش لنادي الاه ايوه فيضاف محمد سراج بخبرات كبيرة جدا الى هذه الكوادر المميزة جدا في عايز اقول لقطة بس مجلس الادارة شوط الاولاني الجماهير ما كانتش تمكنت من الدخول كان فيه 200 واحد مشجع بس اي خسرناه انا ما اقولش ان ده السبب اي وفجأة اندفع الجماهير وكان هدير وزئير وقول ما تقول لقى هنا فرقة تانية بالزبط وهو ده الاهل هبت جماهيره ادي للاهل جمهوره ورميل باحة هيطلع سليم ومعافى وقوي عشان كده عودة جمهور الاهلي لمسندة الاهلي في كل البطولات المرحلة الجاية ان شاء الله يكون اكبر داعم واكبر حافظ ويخلي الجمهور نفسه عليه مسئولية يخلي الجمهور حريص ان هو ازاي يلتزم واحتفظ بشكله واحتفظ بالتزام واحتفظ بانضباطه عشان يفضل دايما وابدا في ظهر فرقه ومسندة لعبته سيف زهر النهاردة الأستاذ سيف زهر بيلمح ان فيه مفاجأة صارة للجماهير في المطش القمة نتمنى هذا لكنه يعني حتى الان هي المسألة بدون جمهور فحنشوف ماذا تفضي به سيف زهر عضو مجلس ادارة فكلامه هو المسؤول عنه او عن حجم المفاجأة لكن المؤكد انه الفترة اللي جاية في حرص على عوضة الجماهير ممكن بعد القمة لكن القرار عنده جمهور بنسبة كبيرة جدا والحمد لله يمكن قلنا لكم الحلقة الماضية بجهود كبيرة من مجلس ادارة النادي الاهل من اللجنة اللي شكلها المجلس لمتابعة ملف الجماهير وتعاون الشؤون القانونية حتى من بره الشؤون القانونية الأستاذ محمد رشوان المحامي بذل مجهود مضني جدا جدا في مساندة ملف الجماهير الى ان تم الافراج عن كل الجماهير اللي كانت النيابة استوقفتها لفترات طويلة في ناس منها محتجزة بقالها سنة تقريبا او اكتر من سنة حصلت على الافراج ومعادش فيه مشجع واحد رهن التحقيق دي بداية كويسة دي مسؤولية مسؤولية بقى مش عادي الموقف ده اذكر حاسم المسألة قانونيا تمت بالتالي على كل الجماهير اللي تدخل في اي مناسبة تكون حريصة باستمرار على المزيد من الانضباط اشتركوا في القناة